أشهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بالمشاريع التطويرية المنجزة في مدينة مصفوت والمشاريع الحالية والمستقبلية والتي يجري العمل على تنفيذها وفقا للمخطط الحضري للمدينة الهدفين تطوير المنظور الحضري فيها وتنمية كافة المجالات جاء ذلك خلال الزيارة سموه لمدينة مصفوت واطلاعه على المشاريع التحصينية يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي وعوضح سموه أن مصفوت تسخر بالمعالم الطبيعية المميزة وتعد وجهة للبحثين عن التاريخ العريقي والأصالة والمورثات الشعبية